على ذكر بقى لكابتن عماد وفترته الجاية واتجاهه الجاية كابتن علي ماهر النادي المصري بيعلن على لسان الحسيني ابو امر نائب رئيس النادي بيعلن ان عايز كابتن علي ماهر مديرا فنيا للنادي المصري بعد الجهاز اللي كان موجود بشكل مؤقت ولما جيت كابتن ميم عبد الرازق مع الجهاز بتاعه كابتن احمد الكاس وكابتن طرق السيد كان هذا الجهاز مؤقت النادي المصري قال كده كان الجهاز اللي بعد الكابتن حسام حسن بالكابتن بريم حسن والمجموعة اللي معاه بيعلن رسميا النادي المصري ان الكابتن علي ماهر مديرا فنيا للنادي وطبعا هيشكل جهازه خلال الفترة الجاية ومن بدرية طيب كنت بتكلم من شوية ليه فيه القصة بتاعت الشاكوى بتاعت الشيبي محمد الشيبي وبرامدز من القصة بتاعت كابتن حسن الشحان لجنة المسابقات قررت الاقاف متشين والعقوبة عشرين الف جنيه البرامدز قال لك لا العقوبة مش عجباه وعايز يرفع العقوبة وتقال انه اللي حق اي اي شيء اقل من ست مباريات لا يجوز ان تنظرها لجنة التظلمات وانه لجنة الانضباط لا يجوز ان تفتح هذا الملف لانه لا يتم فرض عقوبة على شيء واحد مرتين او عقوبتين على شيء واحد الا لو كان هناك جديد يعني لو كان التظلم المسابقات في قرارها اللي اخدته فيه ابعاد اخرى ما شافتهاش المسابقات ويبتاخد القرار يجوز للانضباط النهيات تشوف لكن الواقع كانت قدامنا وتفاصيلها قدامنا ما فيش ابعاد جديدة يعني فالانضباط هتخرج من الملع من الجيم ده فالتظلمات حتى الان ما وصلش للتظلمعين في اتحاد الكوريا اقولك حولنا الشكل لكن حتى الان لجنة التظلمات او الاستقناف اللي هي المستشار عادل الشرباجي بالمجموعة اللي معاه وبالمناسبة عايز اقول المجموعة اللي معاه وعندنا حتى للاجنة او راني كده اها اللاجنة هي موجودة المستشار عادل الشرباجي مع السادة المستشارين وامين الجلسة طبعا هو مع اربع مستشارين ممكن يحضروا كلهم يحضر عدد منهم إنما على الأقل بتجتمع بقوام ثلاث مستشارين مع المستشار محمود علاء المستشار عمر حفيز المستشار إبراهيم عبدالخالق والمستشار محمد أباظ دول الأربع مستشارين مع المستشار عدل الشرباجي لجنة مكونة من خمس مستشارين بيترقصها المستشار عدل الشرباجي وعلى الأقل بتجتمع فقط بثلاث مستشارين اللجنة حتى الآن لسه ما استلمتش الشكوى بتاعت النادي بيراميد طيب أقل من ست مباريات لا يجوز إن اللجنة تناقش بس من ناحية الفنية من ناحية الفنية حاجة تيكنيكا يعني يقول لك هذا الكلام حقيقي لما سألنا ونخورنا يعني في الموضوع قال لك هذا الكلام حقيقي لكن لما الشكوى تقدم من اللاعب اللي وقت عليه العقوبة يعني لو حسين الشحات اللي متضرر من العقوبة وتقدم بها انت ظلمات تقولك لأ أو الاستقناف ليه لأ لأن انت أقل من ست مباريات فلا تنظر لكن لكن إذا المتضرر أو الذي وقع عليه القصة في الأزمة هو اللي اشتكى وبيطالب تغليز العقوبة لسه التظلمات هتبحث وتشوفها ذي القصة لكن حتى الآن وأنا بكلمكم ما وصلشي للجنة التظلمات الشكوى بتاعة البيرامدز طبعا البيرامدز عنده عشر تيام هتقول لي طيب يعني هو ممكن يكون البيرامدز لسه ما قدمش الشكوى بس مراحتش ليه حتى الآن معرفش معرفش عموما مفترض أنه بكرة حيدعوا أو بكرة حيستلموا الورق كله لأنه النهاردة كمان لسه لجنة التظلمات استلمت حكم المحكمة ومبارح اتحاد الكرة استلموا بس تحول من النهاردة للجنة التظلمات الحكم المحكمة بتاع قضاء الإداري اللي خاصة بتنازل الأهلي عن القضية اللي كان رفعها بيشكك فيها من تشكيل لجنة الانضباط في القصة بتاعة كعرامة فلسه يخدين الحكم النهاردة فبكرة الراجل لسه هيشوف ثم يوم الحد الجاي يدعو لاجتماع اجتماع بقى يبقى اتنين يبقى ثلاث يبقى حد يبقى اربع يعني مش مستعجلين الموسم خلص وما فيش مشكلة يعني يعني الحد الجاي اللجنة لسه حتدعو رئيس اللجنة حيدعو على الاجتماع اللي في الساحل الشمالي اللي في اجازة اللي هنا اللي هنا طب ده معناه يا شبانة معناه ان الكهرباء يحق ليه انه يلعب المباراة بتاعة كاس مصر بتاعة يوم الحد بتاعة الداخلية عشان نجم بالاخر بتاعة الداخلية ثم اللجنة هتجتمع او يحددهم عاد الاجتماع واظن انه ممكن يبقى يوم الاثنين او التلات وتبتدي تناقش بقى قصة كهرباء هل هتقلل العقوبة هل هتسبتها هل هتلغيها اذا وصل الله يكون وصل الله التزلق بتاع الشيبي هتبص فيه الكلام ده اشتركوا في القناة